تعالوا نشوف بقى على نطاق أوسع كل الدولة اشتغلت على ايه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير مهم جدا 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 طيب ليه التقرير ده مهم لأنه كما جرت العادة فيه الإنفو جراف اللي حضرتك شايفه قدامك على الشاشة ده وانه نشرحه واحدة واحدة مع بعضينا وبالهداوة مهم ليه علشان تبقى انت فاهم انت فين انت كمصر فين من كافة السلع الأساسية يعني هتشوف ازاي مصر بتضاعف من جهدها علشان توفر لك مخزون استراتيجي مش بتاع النهاردة وبكرة والأسبوع الجاي والشهر الجاي مصر ما بتشتغلش كده خالص مصر بتشتغل هو بالمية 4-5 تشهر طيب استراتيجي من ايه بقى من السلع الأساسية سياسات فعالة علشان تضمن مرأبة الأسواق والسيطرة على الأسعار وعايز زمالي يعني يطولوا بالهم معايا علشان ده تقرير بالنسبالي أو انفو جراف بالنسبالي مهم جدا ان احنا نشرحه للناس فهاخد فيه وقت ارجوكو لازم الناس تبقى فاهمة مش عاوزين الناس تترك نهبا لمين لا شوية الرعاع بتوع الإخوان لانه دور رعاعة ومنتشرين على السوشيال ميديا انتشار النار في الهشيم مش مصدق تقدر تبص على تويتر تقدر تبص على فيسبوك تقدر تبص على تيك توك طول الوقت العيال دي بتقول شوية كلام شديدة الحقارة حقير لانه مش بس مزيف مزيف ويراد بيه كل الابطيل